تتواصل بولاية جهة الدار البيضاء سطات لليوم الرابع على التوالي عملية إداع الترشيحات لانتخاب رئيس مجلس الجهة وجماعة الدار البيضاء وانطلقت عملية إداع الترشيحات يوم 11 شتنبر الجاري وتستبر إلى غاية الأربعاء وحسب مصدر من ولاية الجهة فإنه يتعين على الراغبين في إداع ترشيحاتهم لمنصب رئيس مجلس الجهة أن يكون رواساء لوائح انتخابية ومن الأعضاء الفائزين المنتمين للأحزاب الخبسة التي تصدرت الانتخابات الجهوية على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء شرعت مصالح هذه الولاية منذ يوم 11 شتنبر 2021 استقبال الترشيحات المتعلقة برئاسة جهة الدار البيضاء ستات ورئاسة جماعة الدار البيضاء وكذلك عضوية مجلس عمالة الدار البيضاء مصالح هذه الولاية قد اتخذت جميع الترتيبات اللازمة حتى تمر هذه العملية الانتخابية في أحسن الظروف وستجرى عملية انتخاب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء يوم 20 شتنبر الجاري في حين سيجري انتخاب أعضاء مجلس عمالة الدار البيضاء يوم 21 من الشهر ذاته أما انتخاب رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات فسيجري يوم 22 من شتنبر 2021